السلام عليكم ورحبا بكم في بلايزير كوزير ورحبا بكم في فيديو جديد وصفة جديدة نتمنى ان شاء الله رقاكم في صحة جيدة من سبيل الفيديو اليوم ان شاء الله سيكون بريوش اللي زوين بساف كي يجي لديد وشكل ديالو وفي نفس الوقت بمكونات اللي سهلة كي يجي قطني وشيش ورطيطب دوسوا داب المقادير نحتاج زيت نباتية ممكن تعودها بزبدة جمعة القبار ونصف كاز العنباء نحتاج كاز العنباء حليب كاز العنباء كاز العنباء ملحة وكاز العنباء نحتاج جوج البيضات الحجم البيضات نحن بشكل ثلاثة ديالبيضات اما انتم مديروا جوج البيضات لك الحجم ديرهم كبير عندي معلقة كبيرة ديالخميرة ديالالحلوية معلقة كبيرة ديالخميرة ديالخبز عندي السكر كذلك على حسب التوق ديالكم فانا درس كيميالي قليلة وعند دقيق كذلك عنحتاج جوج سلاك تقريبا كبار في داك الحجم ما وصلاش مينزلافة وشيء حاجة كما غادي تشوفوا على حسب الخليط ديالكم فاول حاجة غادي ناخد بول اللي غادي نخلط بكل شيء غادي ناخد البيض فاكي ما اكتلكم انا الحجم ديال البيض اللي عندي صغور بزاف صغور بزاف منذ ما الى بغيتوا تديروا نفس الكيمية غادي تديروا جوج طوق ديال كل واحد هل حساب شنو بغاو كل واحد يمن احسن تزيدوا سكر يعني ندرت شوية ناقص لكن احسن تزيدوا الكيميال فانا هندي تقريبا ثلاثة ديال معالق كبار ديال سكر ثم اديروا ستاتة لتالكتر هل حساب انتظروا شنو كاتبغيب الحلاوة اللي كاتبغيب وغادي نزيدوا السكر الفاني ممكن تعودوا سكر الفاني بقشور ديال الحامات او القشور ديال الليمون مهم تنسموها باش مما بغيتوا وعلا حساب تقديركم سفي غادي مقاك نخلط مزيان ممكن تستعملوا الترابي اللي بغيتوا غادي نزيد الزيت كما كتلكم ممكن تستعملوا الزبدة لنباتية او اللي بغيتوا مهم تدوبوها وتخدموا بها عادي غادي نزيدوا شئ ديال الملحة يقبص ديال الملحة لتاديل الزوق فقط سوف نستمروا في التخلط بحال هكذا ونزربوا بشكل جيد بشكل جيد وفي مطل وقت ممكن كما كتلكم ممكن تستعملوا التراب الريادة او القهربائي من بعد ما خلطت البيض والسكر رح سيت بانه الخالد ديال البيض غادي نزيد كاس الحليب ونخلط بشكل جيد ثم نزيد الخميرة والخمارة الخبز للتذكير فقط الحليب يكون دافي شوية لكن دافي ثم نزيد ثم نزيد شوية بشوية بشوية ثم نحصل على القاوم بريط و القاوم تكون لقوم بريط ودخل بشكل جيد و تصفح ثم نزيد و في الواقع نزيد بريط ثم نحصل على القاوم نزيد ثم نزيد الثاني ديال الثقائق اللي زيت يعني كملت كزافة وست مازال سوف هنا منيش انتتليا رأسها يعني ما بقتش سائلة بساف غدي نحيدها من البول وغدي نخدمها مزيان باش نتلكوها على خطرنا مباشرة في البول وغدي نتلكها ممكن ان تستعملوا مكسا اي لابريتو فعنا كيف تفعلها بكل ارياحية وبكل حرية على حسب كل واحد شنو كايبري ممكن كدري كديروها في لعجان انا في البول نتلكها الراسي براعجانة سافي غمق لك نتلك مزيان فكي ما كتوفو لعجانة مشي قاسة وشادة راسها فكي ما كتوفو نضغطها قليلا وضعها 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 بعدها نضغطها 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 لتشمع من فوق نضغطها بورق بلاستيك الغذائي نضغطها بمينديل تحفظ على سخونية وهو تخمر لها بعدها نضغطها نضغطها وننضغطها من الصفيف وضعها نضغط أقوم بحلقة نضغطها ونقسمها على حسب نقسمها على جوج الإنجار تقدروا تديروهم واللي سهل وبساط وبما نفس 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 الشكل نغير كي اختار في واحد شوية سوف نحاول نعطي العجيلة ديري شوية دير الطول هكا باش غادي نقطعها ونجديني مقدمة سوف نقطعها على 4 قطع ومن بعد سوف تقدرهم باش يكونوا مقدن مع بعدياتهم يجي شيء كبير شيء صغير سوف نخذ القرى اللي لها سوف نعطيها طول كذلك سوف نحرولها بحال هكذا كيف تشوفوا نزيد مثلا نجد بضعه نضرب هكا شوية باش نعطيها كذلك لعرض بعدها هدي ناخد موز او لا سكين يكون حاد باش ما يخسر ليش تاجينا ديري ومنساوش ندهنو مانا مرة لانا كما كنت يكون يجينا شاد دراسة شوية او خفيفة شوية يعني باش ما تلصق شو تعدبنا خصوصا من اللي نشكلوها ويخسر الى التلصقاتها يخسر من الشكل ديرها من بعد كما تشوفوا انا خديت هذا باش نقطعه البيزا او لليلي تاخد ودك شيء سنقطعها كما شفتو لكي نماشي من الطرف للطرف سنقطعها انخلي سنتيمات خعد من القطاع تل الطرف الاخر وغادي مدى ندفرها بحلحك ادفرة عادية كما هو اللي فيك نديره للشعر ثب غادي نديرها فجينة غادي نشد الاطراف الثلاثة الخرانية غادي نزيرهم من زيان ما بطيتهم ونظور بحلحك كما تشوفوا فالفيديو كنظل انه واضح والطريقة والشكل سهلين وزويلي غادي نستمر بحلحك فانخليت لكم الفيديو كما هو فقط سرعتو شوية باش تكون يكون الشكل واضح وفي نفس الوقت ماشي صعيف يعني باش يكون واضح وباين وفي نفس الوقت معاود يعني باش تستعبوها كل واحده الطاقة استيعابية دياله فأنا فاشكتون شي حاجة بحلحكة كما بغين نشوفها ونعودها ونشوفها ونعودها هذا الشي لاش نطرقت من رأسي اما بنسبة الشكل الثاني فغادي نديروا نفس تقطيعها اعطيت لجينة للجوز الثاني دياله اللي يوريدكم اعطيتوا الطول وعطيتوا شوية ديال العرض ماشي بزاف وغادي نقطعته على ثلاثة ديال الشرائط بمأنه هو كبير يعني غادي ندهن كله شرائط شوية بزيز باش ممكنك نكلوه ما يلسقليش مع بعدياتهم كما كتلكوا معه ثاني يعجينا ماشيشة دراسها وسافي غادي نطفرها عادي كما كما اللولا هذي فقط انه ما غاديش نعطيها ما غاديش ندورها ونغلقيهاش في الاخير سافي غادي نشتراف غادي نظيرهم زيان تفاديا انهم يتحلوا ليه بعد غادي ناخد مول ديال السيليكون كما كتشوفو وغادي نحط فيه البريوش ديالي فانا كما شفتوا قدرتوا مباشرة فانا كتشوفو مباشرة لحسب الجودة ديال كل مول ديال السيليكون لانا كاين مول ديال السيليكون كتلسق واخرها كيني ضروري تدهن فانا عارفة الجودة اللي عندي ما ما اضطريتش اني ندهنو وعندي مول واحد اخر اللي ضروري ضروري انفوك يدخل فرنسا في كتلسق لي فيه حاجة متون ما شوفو عينكم نزانكم ممكن ديروا مول عادي ودهنو وديروا شوية زبيضة وشوية دقيق باش ما تخسرش المنظر ديال البريوش وبنسبة البريوش صغيرين فانا زينتهم بالشوكولة نفس الشي بنسبة البريوش الكبير ممكن نزانهم بهاد شوكولة ممكن نزانهم بلا ببيبت حفوان ديال شوكولة اللي كان ديروا في الكوكيز ممكن نزانهم بلا بخويسك بزبيب بأي حاجة بغيتو ممكن غادي ناخدو بيضا وغادي ندهن بها الحلوة ديالي ممكن نزانهم بأي حاجة ممكن نسيبتو غير تمار وتقطعو صغير وتديروهم فوقهم ممكن ديرو زبيب ممكن ديرو اللي ببيبتو شوكولة ممكن ديرو أي حاجة بغيتو على حساب المتوفر على حساب انتو ما شنو بغيتو الزنجلان تا كذلك سا في غادي ندهن البريوش ديالي مزيان الكبير تا هو كلمسة أخيرة للتسين فانا درت شوية ديالساني دا ودرتها من فوق ديالي بغيوش كاملين سواء كبير قبل السعر فقط إضافة وصافية ممكن تستغنى عليها ودسيارة كما نقول لكم دائما كبقى لحسب الإبداع ديالكل واحد ولحسب متوفر ديالكل واحد سا في كما قلت لكم رشيت شوية ديالسكر وغادي ندخلهم الفران في طرشة حرارة 180 العافية تكون من التحت من اللي نحسبيهم طابو ندير العافية من فوق باش يتحمرون وكما كتشوفوا المول ديالي فاحيتو بكل سهولة البريوش كبير ما نحتاجيش ندهنو ونفس الوقت ما نسقليش فانا كنحاول نحاول نحيضو الخاسخون بعد نخليه برد وندوز نوريكم الشكل ديال البريوش الصغير والقوام دياله كيفاش كايجي فعلا كايجيزوين بسف 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 فانا غادي نحاول نقطع وحيدة باش تشوفوها من الداخل كذلك فعلا كايجيش كل ديالها قطني ورطيت بسف 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 كايجيش حاجه زوين الفطورة الصباح او للقوتي فهو البريوش فاش كاي نحيضو من المول بكل بساطة و بكل سهولة ما نسقلي ما تشي حاجه سوف يمكن نقطع بهذه الشكل فكذلك غادي نقطعه باش تشوفوا الشكل دياله فكذلك غادي نقطعه بشكل دياله فكذلك غادي نقطعه بشكل دياله يعني سواء الكبار او للصغار فكيكون هكه الشكل دياله ونتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم اذا عجبكم متش تشوف تتيروا اللايك وتخليوا لي كومنت اغزوين وبصحة الراحة نتلقى ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة شكرا شكرا